شوفت المباراة ازاي النار؟ واحدة من امتع مباراة في تاريخ كل نسخ المندياد المنتخب الارجنتيني قدم مباراة قوي جدا بغض النظر نتيجة خلصت تلاتة تلاتة وبعد يعلق رحنا الركلات جزاء على الصعيد الفني والتكتيكي بتتكلم على منتخب هو اللي عمل كل شيء في الكرة لحد الدياة سبعين اول تصويبه من المنتخب الفرنسي الكالاليمباباكت في الدياة سبعين وبعيد عن العرضة والقائمين بعدها اول لقطة مثيرة في المباراة للمنتخب الفرنسي في داة 79 بتتكلم على فريق حقق ما اراده سير المباراة كما يريد 75 دقيقة او 79 دقيقة فالمنتخب الارجنتيني مؤكد هو من استحق الفوز عن مجمل اداؤه في هذه المباراة في الناحية التانية بتتكلم على العيب خارق اسمه كالايمباباكت كالايمباباكت من وقت جيف هورست في 66 حد احرز هاتريك عد علينا نجوم واساطير كتير جدا في كل نصخ المنديال لكن كالايمباباكت هو افضل لعب في العالم بلا شك في الوقت الراهن هو نجم كل حاجة جاية في الكورة طبعا المستقبل في هذه الليلة لكن بريتكلم على ما قدمه كالايمباباكت بلاعب احرز النهاردة هده في المونديال واخد رانارب مركز تاني في المونديال واخد المونديال النسخة اللي فاتت لم يكمل ل 24 عام فبنتكلم على لعيب بعمر الكورة ومتوسطات الكورة بنتكلم على قدام 11-12 سنة يعني قدر يلعب 3 نسخ مونديال قادمة وهو يحمل في جعبته ميدالية زهبية وفضية في كأس العالم فيبقى انه القدر ابتسم اخيرا لميسي بعد ما ابتسم ليه في 2021 بالكوبة النهاردة بابتسم ليه في 2022 كي يغلق كتاب ميسي مع الارجنتين بغض النظر عن مراشدات إيمليان ومرتناز بعد المباراة بأنه يأمل أن يستمر ميسي قائدا للمنتخب الارجنتيني حتى مونديال 20-26 اوه رجل علي انه هو مكمل يعني يكمل لشوية ينين الميسي مكمل معنا شوية وبصراحة اللي زي ينين الميسي دوت عايز وعد لحد 50 سنة اه المفضوع ببطات شكورة لما يبجيئ له يعني 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 بعد عمر طويل يعني انا ياسف هو برجل واحدة هيمشيها يعني اشتركوا في القناة